تحديات خمسة أو مخاطر تواجهها إسرائيل في آن واحد أسهب إعلامها في تعدادها أخيرا لكنه أغفل التحدي الداخلية بين الإسرائيليين أنفسهم وهو انقسام قد يجرهم ولو ببطء إلى سراع عنيف على السلطة من مؤشراته الشتيمة في الخصام كتلك التي صدرت عن وزير المالية أفكدور لبرمان إذ يهاجم بحدة زعيم المعارضة في اجتماع الحكومة واصفا بنيمين نتنياهو بحثالة الجنس البشري وأنه لا خطوط حمرا لديه ومع الانقسام السياسي الداخلي الإسرائيلي تتصعد حدة المشاكل في الداخل الفلسطيني وبينها الاحتجاج على عنصرية هدم المنازل فضلا عن الغضب إزاء التمييز الممنهج وفي الضفة الغربية قد يولد الضغط الانفجار كما حذر الأمريكيون الإسرائيليين أخيرا بأن استمرار الوضع على حاله سيؤدي إلى تدهور أمني وتزداد الخاشية من فوضى في شمال الضفة وفقدان تام للسيطرة في ظل اتساع رقعة التصدي المسلح نتائج معاكسة أكدها الإعلام الإسرائيلي لما سمي بعملية كاسر الأمواج وفي تصاعد يرى الجرأة في العمليات ما يعكس هاجس تنام المقاومة في الضفة فبعد تعزيز قدراتها وتعظمها في غزة تصبح إسرائيل محاصرة بتصعيد مزدوج ولا يخفي القادة الإسرائيليون خشيتهم من إيران النووية سواء باتفاق أو من دون اتفاق بل أمرهم هذا محير ومربك وقد بات شغلا شاغلا تجريد طهران من النووي مع أنها نجحت في توطين التقنية والدراية ولا يغير من الأمر شيئا أن يعمل لبيت ضد الاتفاق إن كان في العلن أو سرا ويرسل رئيس الموساد الاثنين إلى واشنطن كما أعلن فلإيران مسارها قد أعدته إن أفشل مسع الاتفاق من واشنطن أو من تل أبيب لعب الوقت غير مفيد كل هذا وتهديد حزب الله شمالا صداع آخر لرؤوس قادة الاحتلال فإما تخل عن مخططات نهب ثروات لبنان البحرية واستخراج متزامن للنفط بعد تسوية الحدود أو مواجهة عسكرية متعظمة المخاطر فماذا لو اجتمعت كل هذه التحديات معا في حرب شاملة فحينها لن يكون المستهدف مدعاة لصبر استراتيجي ورد في العمق مؤجل